اشتركوا في القناة تعالي قتل عصاي اهي على مهلك على أهل من مهلك كله على الله كله على الله يا رئيسة طبعا على مهلك على الله اسنيني كويسة ولا باسكك يا رئيسة ما تخفيش انا معاك هوا انا معاك اعيز اطلب منك طلب يا رجب امور اقرى الفتحة على روح الحج عبد الفتاح المنشاوي النهاردة السنوية بتاعته يا رجب معلش يا رئيسة لا مؤخذة بس اعرف مين هو الحج عبد الفتاح المنشاوي ده السيد الناس يا ولا وعموه متجراسي ده جوزي الله يرحم الله يرحمه وربنا ما اعرف يا رئيسة الله يرحمه بوسع رحمته وربه ويحسن إليه الله يرحمه اشفاهمة زي ما تعرفوش حلويات المنشاوي يا ولا ده اسمه كان مكتوب على كل علبة حلاوة وكل علبة شوكولاتة وكل إزازة شربات ورد حتى البنبونة ملفوفة في ورقة عليها اسمه هو انت وانت صغير ما مرش عليك حلويات المنشاوي خالص ما رئيسة انت عارفة الظروف بقى وش بيعبي بمبون وش بيعبي شوكولاتة وعربيات دخل لو طالها تحمل في البضايع لمصر كلها أه يا راجب تعبت عطلي الكرسي بتاعي زي استريح طيب ولازمته ايه بس يا رئيسة ما تخشي تستريحي جوه ش ش ش ش سيبني شوية عايشة في الزمن الجميلة اللي كنت عايشة فيه وبعدين نعاوزة يا ولاي عرفك أولك من آخرك هو انت مش هتبقى جوزي بارده حاضر أعودي يا رئيسة على مهلك على مهلك من التاح المصنع ده كله بتاعي يا رجل ملكي وانت ورستي يا رئيسة عمري ما كنت من الورص ولا كنت عايزة أبقى منه المرحوم كتب لي المصنع وسجلهلي في الشهر العقاري كان خايف علي من الورصة المصنع ده يا رجل 3000 متر عارف يعني ايه 3000 متر في وسط البلد بتعرف المتر بكام وكل يوم في الزيادة بالزيادة بالزيادة عشان كده يا ولا لن عايزة تجوزك عشان تورسني يا مغفل انا عارفة دماغك فيها ايه بس انا زمان كنت واحدة تانية عارف يا ولا يا رجب انا دخلت المصنع ده وانا عندي 16 سنة كل العمال في المصنع الرجالة بقى كلهم من شاب العي العجوز لازم يصبحوا علي كل يوم اللي صباح الخير يا اصيلة يا وش الخير حتى المنشاوي انا كنت زنت الصبايا يا رجب انا كنت زنت الصبايا يا رجب عارف كان بيقولوا علي ايه يقول بنت دي حلوة قوي وجسمها حلو ونخشو كان و... هو الحاجة عبدالفتاح المنشاوي ده اتجوزك يا رئيسة اياميها ما كانش حاجة هو تشرط علي شوية شروط كده وانا قبلتها بس انا كمان اتشرط عليه بس انا شرطي صح الطولي لازم اتجوز بقسيمة متوسقة هو شرطه كان غريب قوي عايز نفضل شغالة في المصنع ومحدش يارف وشرف ان اتجوزته اصله كان غاوي افضل تحت عينه كده وشايفني واستزماي وعلى طبيعتي وخد لينا شقة في السيدة زينب شلايا ست وفرشها على مقصن كان بيرتح فيها قوي عارف انت لما كان ياخد تعصيله اول لما يقوم النوم يحمد ربنا عن نوم الحلو ايوة بس هو كان عنده بيت تاني ايوة يا ولا كان متجوز واحدة تاني مهدي ام الوارس اللي قطعه بعض هو مكانش راجل مزواج بس اك كان عاوز عايش على راحته كان يقول لي وانا معاك بحس ان انا عايش مع اهلي يا سبحان الله ولما انت كده يا رياصة مالك انت وما الولاده وبنات الشوارع ده انت زعيمة ده انت بحركة صباع بتنقلي شوارع مان اولاد الحلال خوفوني وقالولي الدنيا ما بقاش زي زمان قالولي اني ممكن اجي الخرابة ملقهاش قالقه طلع برج فيها ولا حاجة واحنا بقينا في زمن الخطف وبرضو بقينا في زمن الحق في ضايا على طول قلت احرص ملكي بنفسي سبت شقة استيادة وجيت قعدت اينا وما جبتش غفير مالغفير ممكن يبيع واول ليلا يا رجب بيت فيها الوحدي ربنا ما يريك كنت مرعوبة ماقول ليه يسرق يقتل وانا وحدانية لا عندي حبيب ولا قريب عايزة وانس عايزة لما اعمل ايه باي حد ايا كان معادي عاوز حتابات فيها بيت راجل ست عيل اقوله تعالا وعملتهم كويس عشان يحبوني يخافوا علي الوقت بس انا فهمت ارى ياسم يا ولا انا هتجوزك عشان تورسني ولما تورسني ابقى اتصرف في ملك زي ما انت عاوز اه انت عاوز انت كده عاوز متسيد It's a light أم عاطف بس أم عاطف والستة نوارة والأنسة تغريد أيوة الأنسة تغريد اللي انت خدتها أخر الدنيا على كبرين بابا كنت فاكيرها موزة حتقشرها ترقت أشد من حبيت الدوم بتتحك لي أولا من كبرين بابا دا حضرتك اللي اخترتي ثانيا بنتك لو موزة تتقيتها إيدي قبل معشرها هي أو غيرها أنا بفهم في الأصول كويس أو ستساميح وعرف يعني إيش هرب بنات الناس وملقطعت لي أنا مقطعتش بس يعني مش مقولة هجي لكم البيت كل شوية من غير منزل عالدك عدد النور تعالك شفع ليه طيب يا الإلهي كل يوم أنا بخاف من كلام الناس البيوت سمع لولا لنا شايفاك قصادي راجل بجد وما بتجذبش كنت قلت عليك نهايته كنت تتفشل ليه أنا مش تتفشل والله العظيم أنا مش تتفشل أنا بس بصراحة مكسوف منك كنت حابب لأنا عرف تغريد ويا كمان تعرفني من غير وصايا من حد من غير توبيهات بالعربي كده على طبيعتها لا يا خفيف بنتنا من السمكة تعم في البحر زي ما هي عايزة وتكون تحت رحمة السياد الشاطر أقسم بالله العظيم أبدا تلاتة بالله العظيم تلاتة أنا ربنا هو العالم بالنوايا خلاص ما دام نواياك طيبة اعتبرني ما عرفش ما ينفعش حضرتك عرفتي كل حاجة خلاص المطلوب منك دلوقتي إنك ما تعمليش علينا وصية يعني سيبي كل واحد فينا يفهم التاني من غير توجيهات هو ممكن بس بالشروط لا أمريني وفوق الشروط شروط كمان أنا مش عايزها تخيب خيب أختها إن شاء الله مش هتخيب خيب خيب أختها أنا والله العظيمة قدر أحافظ عليك إنها أختي بالزبط أنا مش عايزها زي أختي الأخ ما بيتجوز سخطر اعتبرها بنت عمي هو أنا عارف أشوفها أصلا عشان اعتبرها أختي ولا بنتعمي خلاص هخليك تشوفها يبقى كتر ألف خيري عايزك تفسحها البت زي ما قلت لك مكتومة كاتبة الفول المدمس عايزك تخطها في حتة ونضيفها كده هو عشان تحس إن هي بنت زي كل البنات ما تخفيش عليها تغريدة عندها ضوافر بقطة أقولك إيه لو تغريدة عندها ضوافر أمها اللي هو أنا عندها ضوافر وإسنان وصيوف وسكاكين تلاتة بالله العظيم أكلك بإسناني أكل علو عاطف ما قالت إيه مع ليش أنا كنت مشهول الفترة اللي فاتت دي على آخر النهار كده كلمنا كون قاريتك مع السلامة هيا يا سلوة فيه ورقة عندي كده بتاع عاطف طلعيه وقريه وقريه وقريده رأيك فيه مع السلامة صباح الخير يا هني صباح الخير يا بشموانس فيه حاجة تخص الشغل النهاردة؟ مفيش حاجة مهمة مدير التلاجة اللي الشركة مخزنة فيها اللحمة طالب ضفها أما الناس عمرها غريب صريح أنا مش فاهم ملهوفة عن فلوس كده ليه طالما اللحمة لسه عنده وحضرتك لسه ما بعتش؟ لا يا ستي حصلة بسألت البيع دي شغلانة لها ناسها وبعدين فيه ناس بتعرف تشتري وما تعرفش تبيع وفيه ناس تعرف تبيع وما تعرفش تشتري؟ أنا بقى مش عارفة بيع ليه؟ ده البيع أمره سهل قوي طب إزاي؟ حضرتك هتبيع لحمة يعني بدعم طلوبة أيوة مخدش طلب ليه؟ الأول الزباين لازم يعرفوا ان احنا عندنا بدعم والموزعين والتجار يتعرفوا على الشركة عندنا هنا ده انت مدهشة بقى؟ اعمل أعلان صغير في أي جرنون وانت مش هتلحق على طلبات الشركة برافو عليكي من هنا ورايح انت المسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة متشاكل يا هند هند يا ريت بقى تكتبي صغطة الإعلان ده بنفسك تعال يا سنة كويس جدا يا أستاذ هو إيه اللي كويس؟ التعليل اللي كاتبه عاطف معقولة؟ زي ما بقول حضرتك كده هتفضل شوف بنافسك لا اريلي اريلي كاتب إيه؟ حكاية صورة والعنوان اللي كاتبه المسلم ألازي تحول إلي كافر أو القصيدة كفر كده؟ بس أنا أنا على فكرة مسير جدا كملي تخطى الأربعين عاما من عمره عاش الفقر والحرمان طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره حيث طبق الفول في أفضل الأحوال عاش يحلم بغداء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم وجاءته الفرصة كانت أمامه مباشرة ولكنها كانت بعيدة تماما عنه يراها ولكنه لا يستطيع أن يلمسها المكان استوديو الأهرام السينمائي وأثناء تصوير المسلسل الديني أعدت وليمة عظيمة لزعماء الكفار وأتباعهم الذين يتأمرون على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ولأن المخرج أرد أن يكون الدكور المشهد كأنه حقيقة صنعت الموائد عامرة بأفخاد وصدور الضاني وجبال من قطع اللحمة والرز رز؟ هو موهوب بس الأسلوب فيه ركاكة شوية لاحظ أن دي أول مرة حضرتك؟ لا طبعا طبعا دكويس جدا كملي وقرر ألا تفلت منه هذه الفرصة التي لن تتكرر في حياته كما أعتقد ولأنه مجرد كمبارس هزيل الجسد وهو ضمن مجموعة من الفقراء المسلمين ومكانه في دكور آخر ولا يمكن أن يتواجد في دكور الكفار الذي سوف يشهد الوليمة فقد قرر أن ينتقل من دور المسلم إلى دور الكافر بأي طريقة وبعد الرفض والمعاناة والإصرار رقق قلبه المخرج له وسمح له بأن ينتقل إلى صفوف الكفار وكانت هذه الصورة الصورة والحكاية التي يجب أن نتأملها لو كان هو اللي كاتب المقال ده يبقى مدهش أنت إيه رأيك؟ أنا زي رأي حضرتك يا فندا أنا رأي أنه ولد موهوب مشروع صحفي جيد ننشرها تمام فنضل موسيقى 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 العروسة اللي ملهاز زي ملهاز زي واهل العروسة واهل العروسة القفار 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 بقولك ايه؟ مش عارزين نطول كم صورة كده على الماشي احنا جايين مجاملة زي ما انت عارف خلنتشوفوا حاجة نركز على العروسة والعريس اناي السلام عليكم يسوق يسوق حن تعالى يبت قولي للامال يسوق يسوق حن تعالى يبت قولي للامال عاطل ده اللازل قرايا كده اي صورة تعجبك خدها ماذا؟ ماذا؟ وحررت فوق قلت اللي حبك ودفهمك على الفكرة ها المخنية اللي اسمها لعناعة دي ما بقتش زي الأول ابتت خمس ابتت؟ ابتت ازاي يعني؟ اذا كان على المغنى وهو كلهم زي بعض وهي عيشة بتغني زي المساعد هو يصد المغنى والهايئة همعلم شرشابي ما بيش عاجة بتفضل على الحالة حتى البني هذا سف الزمان على الكل وهي بتقاوى عشان أكل عيشها بس سيارة يقف البلوتة الحلوة دي ها 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 ه يقول لي قلبك من حب دوء إرحم يسوء 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 إرحم يسوء 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 إرحم يسوء ما نعرف بعد صح؟ يا خرابي، الدنيا صغيرة بس ما كنت شارف الناس صغيرة قوي كده بص يا عاطف، قبل أي كلام لازم يكون بيننا اتفاق كمالك سخنة كده يا بيت؟ ولا سخنة ولا بردة، رجل وقد كلمتك ولا قولك وش تضيفه تعاوز يا بيت؟ أنت ما شفتنيش خالص، وهو عجيب سرتي قصد راجب الفرخ صاحبك أنت زي ما أنت شايف، أنا تغيرت خالص إيه أنا تغيرتي؟ أنت مش البت المفعوصة اللي شفتها أول مرة وكترحتها أعني أنا ما أخصني من التخزينيش طب ما أنت جا ما أنا ضيفت وبقى عليك الإيه؟ ما الحال من بعض بقى عليك يضافر بيت؟ يا أخويا، لولا الخربشة كتر قطب بقت قاريني طب هم ما دلوقتي النعجة وفرخ بيدواروا عليكي وخايفين ولا يعني عايز عاطفي حلواني، بدا ما ننتح في بعض تعالي نتفق أحسن أنا مش عايزة أخسارك، واللي باين في عينك أنت مش عايزة تخسره وبعدين ليه نخسر بعض لما ممكن نبقى صحاب عندك حق الفرح شط طبعا، لازم أمشي دلوقتي شو لك تنيس زي؟ ما تقلع شان ما هارف أوصلك ابن الكلب الوسخ مين اللي مزعالك قوي كده كروان؟ الناطع المعفن، اللي وقفه استرفرح ويقول سكتوها سكتوها وشغالوا الكاسد سكراني قبلتي لا أنا عنزل أجيب أم بقول لك سكران حتى لو سكران عيب قوي يعمل كده المفتري ابن المفترية، زي ما يكون جاب سكينة وشقة عالبي بيها منه لله، منه لله ما هم مناش شطا موف بجد والنبيا مبسوطة وغلوتك عندي عم فوزي لأمور يا كروان؟ اطلع بنا على أي مكان نكون لقمة صحاب الفرح كانوا مكحيانين وبيوزعوا على الفرح سندوت شجبنا وبسترمة السافل السكر ابن الواطن خلاص يا كروانا بقى ليه لو عدت؟ لا يختي ما عدتش هو أنا عرفة لما عن نفسي من ساعتها؟ ما أنت برضو يا فنانة ركبة دماغك وأي حد بيقدملك نصيحة بتبقى تقيلها شوية على وداني يا خيو من غير لك تواجنات من الآخر الزمنا جديدة كروانا يا دنيلا علي بنا لسه مجددة يا ابني لأنا اشتريت أغنية من أشهر واحد بيكتب أغاني وأكبر واحد ملحانة مش ده المطلوب الأغنية زي الفل كلامه لحني متغني لكن يعني لكن يعني جمهور الأفراح بيختلف من منطقة لمنطقة ومن شارع لشارع إزاي يعني؟ أنا أقولك محتاجين أغنية تخلي النايم يصحى والمسطول يفوق ويهز نفسه عايزين أغنية تاخد وتدي مع الجمهور تخلي يرقص ويغني أغنية هصف الناس دلوقتي بتحب الهصف أخبار النقطة يا سوسف كلك نظر بك يا روحنا انت لسه غيلة في العربية أن الفرح كحان والفرقة مرواحها بيوتها وهي مش مبسوطة اسمي يا سوسف أنا عايزك تدور على حدي يلحن وحدي يكتب ومش عايز أمونتك أنا اللي حنتك جميل السلام عليكم من أشهر سلام عليكم من أشهر يا عاطف خير يا أستاذ عاطف بص هات خمس نسخ من السهم واللي قول لك خليهم عشرة طيب ما تفرعني معاك وتقول لي فيه إيه؟ أرى صفحة المجتمع فيها إيه صفحة المجتمع؟ فيها أنا عال عال ألف مبروك يا عاطف أنت كده حققت خطوة لقدام بس خلي بالك أنت اخترت الطريق الصعب ليه سيادتك؟ رأس مالك كاتب ثقافته لا شهادة الجامعية ولا حتى الدكتوراه ليهم أي لازمة من غير ثقافة أنت لازم تقرأ كتير عندك مكتبة؟ لا أنا ما عنديش بس غير كتب المنهج بتاعت الوزارة وعايز تكتب في الصحافة؟ طب إرالي كده كتبت إيه؟ لا مش هينفع عشان نسيت الجرنال النهاردة طب ما تبقاش تنسى تجيبه المرة الجاية؟ شوف نبتدي بإيه بقى يلا تخطى الأربعين من عمره عاش الفقر والحرمان تعاموا لم يتغير تقريباً طوال عمره حيث طبق الفول في أفضل الأحوال عاش يحلم بغذاء أو عشاء يتزوق فيه طعم اللحم كفاية بقى عاوزين نشوف شغلنا أو أكل عشنا يابقى عاطف إذن وكيف الجرنال عبضنا وصرفنا يابقى دي حاجة كويسة جايز تكون كويسة بس أنا مش عارف ليه قلبي مقبوض من الحكاية دي شوفي مين يا تغريب جرى إيه يا ربيع يعني إيه قلبك مقبوض دي وسواسة شطار طب يا ريت كده يبقى صحفي كبير ولوحشاً نورنا ربنا أجيب العواقب سليمة ده معتمد يابا إزيك يا معتمد خير إن شاء الله خير إن شاء الله أنا عايز مراتي إن شاء الله بعد بكرة الساعة عشر الصباح وشمعنا الساعة عشر عشان هنطلع عن مطار تذكرة السفر جايزة والحجز جايزة ها قوليلي كنت عايزيني في إيه؟ أستاذي هو أنا ينفع أقرأ وكتب كنت عايزة تعلمي فعلاً؟ ينفع أنا مش عايز للعلام يعني اللي زي علامك ده أنا عايزة يدوبك يعني حاجة على القد كده أعرف أقرأ بورنون يفطى عنوين وكتب إسمي وأسمي ناس تانية كتير حاضر سبيني أفكرلك وشوفلك طريقة ماشي؟ عارفة قبل سلوة ده لو حصل هيبقى عندي الدنيا وما فيها مش هتصدق يا رايس حاجة خيالية عارف حتة الأرض دي طلعب بتاعت مين؟ الأوقاف طبعاً لا يا رايس حتة الأرض دي بتاعت المرحوم عبد الفتاح المنشاوي وكانت مصنع حلاوة قبل ما يموت بنا مصنع جديد وقافة للمصنع القديم وطبعاً الأرض دلوقتي ملك الورصة والورصة بينهم مشاكل ملهاش أول ولا آخر في المعاكم لا يا رايس هنا المفاجأة الأرض دي بإسم واحدة ستة اسمها أصيلة أبو الأمصان بتقول إيه؟ انت متأكد من الكلام ده صبحيه؟ عيب يا رايس انت عارف شغلي أصيلة أبو الأمصان؟ انت تعرفها يا رايس ولا إيه؟ اللي عرفها بقى كتلة الدهن المتحركة دي تملك المساحة المهولة دي اللي فيها المصنع يعني الستة دي فتحة المصنع مقوى ومرطع لأيال الشوارع بمزاجها؟ طب ليه؟ يا عبيت الستة دي أسكى مني ومنك الستة دي بتكسب ألماز ودهب بتكسب قد اللي كانت بتكسبه من المصنع وهو شغال عشرين مرة اسمع صبحي الستة دي يوم ما كنت معاه في الحفلة قالت قدامي إنها هتتجوز أنا عاوسك بقى بشطرتك تعرف اتجوزت مين؟ لأن الموضوع ده بقى لغز بالنسبة لي حاضر يا رايس هستعزنك أنا ماشي هستم الأمصان تعرف يا عاطف إن الموضوع بتاعك لا استحسان كبير قوي عند القراء ناس كتير قوي من صحابي ومعارف يكلموني الحمدلله يا أستاذ أنا عايز بقى حكاية صورة دي تبقى مرة كل اسبوع مرة كل يوم لو عايز لا مرة كل اسبوع عشان تقدر تختار الصورة والحكاية بشكل دقيق عايزين القارئ يستنيها بشغف إن شاء الله عايزك تركز على الموضوعات الإنسانية والطريفة بالنسبة لبقيته الصور متقلقش هكلمنك نجوة كمان إلا أنا كلمتك عنها هتاخد منك كل الشغل ده وكده تبقى بيحت كل شغلك يا سيدي ربنا وفقك مشاكل حضرتك مشاكلك مبسوط على آخر مشاكل يا أستاذي نعم على إيه؟ على كل المجهودات اللي عملتيها يعني زوءك وأخلاقك والجرأة بتاعتك ويعني المساعدة ساعتيني كتير وأنا يعني هيا تركزوا وقول جملة مفيدة أو جملة كاملة على الأل عشان أفهمك أنا عاوز أعزمك يا عزمة أصدقائنا بتعزمني على إيه؟ اختاري خلاص يبقى سيبنا أختار براحتي لما اختار هبقى أقول هم شوف بقى الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعرف اني حبش اخد البوائي اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص فهمت؟ فهم حضرتك تاسمك ايه؟ عاطف ربيع بص يا عاطف يا ربيع انا ليه انظم في شغل تخلفه يبقى ما تلزمنيش خالص انا حدفعلك خمسة جنيه زيادة عن سعر السوق في الصورة اللي تعجبني بس بشرط ما تروحش لحد تاني الصورة اللي ما تعجبنيش انت حر فيها نفس طلبات الاستاذ الحسيني ما هتعلم هنا واضح ان حضرتك مدرسة انا تحت عمرك يبقى متفقين بس انا ليه طلب عند حضرتك قول اسمي اسمي كدب تحت كل صورة بصورة حقك وانا كنت هعمل كده من نفسي بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا لا مؤاخذة يا استاذة نعم الفنانة نهي تجلال على التليفون ودي ربع مرة تطلب حضرتك حاوليها انا عارف هي عاوزة ايه حاضر نهي تجلال نجمة الاغراء وفي نهي تجلال غيرها دي عفلها مكسرة الدنيا حبيبة قلبي المتقلقة على طول ازك يا ناهي اي اخبار حلوة تخصك انا جاهزة واخد على خطرك مني هو انا اقدر مش عجباكي انا بنشر الصور اللي موجودة عندنا بحتيلي الصور اللي اتعجبك وانا غرق المجلة بيها ده انا اتمنى ده انا بوزع بيك يا نجمة النجوم مع السلامة يا حبيبة قلبي هو نيفع صورة؟ لسه بادري عليك وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير كوفير وماكير وكم شغلانة تانية انا كنت فاكر انها ممكن صورة تخطيفي كده يعني عالطبيعة طبيعة؟ طبيعة دي راح زمنها خلاص زي ما قلت حضرتك مدرسة وانت بقيت تلميس فيها على الله تفلح ان شاء الله هابع ان تحسن ظن حضرتك استأذن مع السلامة ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم الله العظيم البطاقات لو سمحتوا صداقة العريس وبطاقة العروس صداقة عيه والشهود فضل مولاني فضل مولاني فضل عادل حسان سليم الموردي المهدي المهدي يا مولاني المهدي يا رئيسي راجب انت هتتجوز باسم واحد تاني الناس يا أخوية بتتجوز باسميها جرايا بيتها عفاف عادل حسان ده اسمي حقيقي راجب الفرخ ده اسمي الشهرة خلاص كمل انت يا مولانا ملكش دعوة كمل ما واحدة فيك وتسمعنا زغروطة وواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا مش كفاية انك خليتي رأسها برأسنا؟ وهي بنت شوارعية زي ما كلكوا سمعت من بؤها بنت شوارعية ولما ندفت شوية بقت صبية علمة وقال إيه حضرتك جاية دلوقتي نعلمها القرية والكتابة إيه اللي ناقص تاني؟ إيه المفاجأة اللي بعد كده؟ ساوسن، انت آخر واحدة تتكلمي في الموضوع ده عشان كلنا عارفين انت مش طيقاها ليه؟ مع أن دي حياتك الشخصية وانت حرة فيها يعني إيه؟ يعني البنت ماشية معانا زي حد السيف وعايشة معانا وهي مظبوطة شكلكوا كده كلكوا بقيتوا ضدي البنت عايزة تعلم الإراءة والكتابة وطلبت منوكم المساعدة اللي عايزة تعلمها أهلا وسهلا مش عايزة تعلمها خلاص بلايش هنعمل مشاكل ليه؟ هي ما طلوتش غير من صالوة وأنا بعرض عليكم عشان كلكوا تبقوا عارفين خصوصا أنها عرضت تدفع فلوس اللي تشارك فيكم عايزة أعرف كرامتكم راحت فين دي عايزة تشغلكم عندها عايزة تستغل الظروف الصعبة اللي إحنا فيها أنا الحصة بتاعتي بتنان جناه والحصة ساعتان إن كان عجبها ولو وقف جت بتجيب الصبورة والتبشير معاها أنت تجننت يا صفية؟ أنا بجت جننت لو كنت ترديه تركب مع راجل غريب العربية وخليته يحط لعقد فل على صدري حتى أنت يا صفية؟ أنا شكلي كده لازم أدور على سكن تاني طب أنا بقى مستعدة شارك صفية في المهمة دي بس من غير فلوس متطوع يعني؟ ولا متطوع ولا حاجة وفي حاجة ببلاش الأيام دي وإيه تتمن بقى اللي أنت يا عايزة؟ يعني تغسل لي هدومي تشتغل شغل للبيت وبكده نحفظ مركزنا وكل واحدة تقف على السلمة اللي تناسبها يسلم فهمك يا دلال إه رأيك يا وفاق؟ لا أنا بر الحكاية دي خالص لا عايزة حد يغسل لي هدومي ولا أخد فلوس من حد ولا عايزة أعلم حد يبقى مش فاطل غير أستاذة الاشتراكية المهزومة في مصر ها عايزة فلوس؟ ولا غسيل هدوم؟ والله اللي أنا بعمل اللي أقدر عليه الوجه اللي وبعدين أغرضوا عليها مش جايز ما توافقش أنها تغسل هدوم أي واحدة منكم معلش تعبتك يا رجب أنا خدامي كرئيسة لا ما تقولش كده انت بقيت صحب المكان دلوقتي على مهلي على مهلي على مهلي غصب عني على مهلي البلد دي كالصحة دلواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده وجرض ما يتحرك خطوة ولا تناب يديك الصحة وطلط العمر ويخليك يا حبيبي آه قاعدني بقى على مهلي قاعدني أيوة آه يا عيوة آه 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 بص بقى يا عادل آه تستغربش أنا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيق آه 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 ولا هو ينفع يسيبني وحتى لو سيبته هيرجع لي تاني البنقدمين دولا رايسة عاملين زي الشوارع مهما غيروا فاسميها برضو هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه آه أنا هفضل راجب الفرخ لحد ما موت كتين تعدى هقلبها بقى إيه يا الله إيه يا ولا في إيه كل ما أبصلك فاكر يا ولا يا راجب هقولك راجب عشان ما تزعلش آه أول مرة شفتك فيها عملت معاك إيه آه آه كانت مقابلة حلوة الصراحة عارف يا راجب أول مرة شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع إيديك كده عرفت إن انت مش متبهتل وتأكدت إن انت من ناس وحاجة من اللي اتنين يا الدنيا بتاعتك تردتك يا أنت هربان منها وأنا عمر نظرتي موقعت في الأرض أبداً يلا بقى يلا إيه يلا شوف نفسك يلا شوف نفسك